الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله أما بعد فنتابع درسنا في قراءة كتاب الأجوبة الوادعية على الأسئلة النسائية تقول السائلة إذا حاضت المرأة قبل الأذان ولو بخمس دقائق ونصف ساعة وثلث ساعة هل تقضي ذلك اليوم؟ قال الشيخ رحمه الله تقضي ذلك اليوم ولا تعتد به إذن بارك الله فيكم So the question was if a woman has her menses five minutes or half an hour or twenty minutes or anything of the likes before the أذان before maghrib does she make up that day طبعا هنا he said yes she should make up that day and she should not consider that she has done anything in that day طبعا هذا السؤال فيما يتعلق بالصيام يعني صامت المرأة نهار رمضان ثم قبل الأذان بدقائق خمس دقائق بربع ساعة بنصف ساعة لآخره حاضت فهل تعتبر أنها صامت هذا اليوم؟ الجواب لا بل تقضي هذا اليوم تقضي يومها ولا تعتبر أنها قد صامت في هذا اليوم So this question is regarding a woman who fasted the entire day and then she had her period she had her menses five minutes seven minutes half an hour whatever it is before the time of maghrib before sunset does she consider that she fasted this day the answer is no she considers that she was in her menses on that day and she makes up that day and she does not consider that she fasted that day ثم تقول السائلة إذا جاء الحيض وهي جنب إذا جاء الحيض وهي جنب قال الشيخ تقتصر للجنابة تقتصر للجنابة وتبقى على حيضتها نعم لذلك الشيخ رحمه الله he was asked if a woman has her menses she gets her period while she is jnub in the major state of impurity what does she do? and the shaykh رحمه الله he said she takes a bath for her janaba for her major state of impurity and of course she continues to consider herself to be in her menses طيب نعيد امرأة حاضت عفوا أجنبت وهي حائض حصل معها الجنابة وهي حائض من احتلام مثلا وهي حائض أو امرأة حاضت وهي جنب من جماع أو احتلام أو غيره ماذا تفعل؟ تغتسل لهذه الجنابة وتبقى على حيضتها ما الفائدة من غسلها؟ في هذا الحال نقول حتى تستطيع أن تقرأ القرآن لأننا ذكرنا في دروس الماضية أن الجنب لا يقرأ القرآن والحائد تقرأ القرآن لا تمثل مصحف ولكن تقرأ القرآن فهذه هي فائدة ارتسالها في هذا الحال لرفع الجنابة وتبقى على حيضتها وتقول السائلة نعم تقول ما هي الطريقة الصحيحة لتنظيم الحمل هل يجوز المرأة نعم عدة أسئلة وهل يجوز المرأة التجمل بالخضاب الأسود أو الأحمر أو الأبيض للبشرة وهل شخص آثم إذا لم يصر رحمه هذه أسئلة متعددة نعم The next question is actually a series of questions The first one of them is What is the proper way for a woman to prevent pregnancy The first one is what is the right way to the treatment of the treatment The Sheikh Tentimul Haml said Allah has designed him What made the woman in every year give birth But Allah in the nine months And in the usual time after the period الله سبحانه وتعالى تولى تنظيمه ولا يجوز لأحد أن يعترض على حكمة الله الله أرحم بعباده خاب وخسر علماء السوء خابوا وخسروا يضحكوا عليهم مسؤولون في الحكومة اذهبوا وادعوا إلى تحديد النسل وجمعوا مساكين العام وادعوهم إلى تحديد النسل قال هذه مهزلة يا إخوان إلى آخره إلى آخر كلامه رحمه الله على كل حال الشيخ رحمه الله له رأي في هذه المسألة وهو أنه يقول الشيخ رحمه الله يرى أنه لا يجوز تحديد النسل وهذا الكلام خلفه في العلماء من أي ناحية؟ من ناحية أن المرأة قد يصعب عليها إذا ولد لها إذا ولدت مثلا ثم أن تحمل وتلد الثاني والثالث فيصعب عليها لأنها تكون لا تزال ربما ترضع الأول فيتيها الثاني هذا فيه ضرر قد يكون فيه ضرر على الولد وعلى المرأة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بالعزل والعزل نوع من تحديد النسل أذن به النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعزلون والقرآن ينزل كما جاء في الأحاديث إذن الصواب في هذه المسألة أنه يجوز تأخير الحمل لا يجوز أخذ شيء يمنع الحمل إطلاقا ولكن يجوز تأخير الحمل يجوز أخذ أشياء لتأخير الحمل إذا كان لحاجة الشيخ رحمه الله شخص على سكانة الحمل يجوز تأخير المسألة من فإ pilesة المبفلية يجوز اق�ها تأخير الحمل إini بالقرآن عن اللحظر en زانه تأخير الإ scoldالذي شيت رحمه الله شئل على الإند س Els Italian سوف يتكلم بأسفد من الجامعة سوف يتكلم بأسفد من جامعة سوف يتكلم بأسفاد له سوف يتكلم بأسفاد هذا أكبر. إنه قل، ليس تقوم بإذنها إيقافة ، ولوما يمكن أن تسافل مهجمات ، أو لأن تصفح الرحمنات ، ومع الفترة فتاة أن تذكر أشخاص ، وإلانك الفترة لا تحتاج إلى مهجمات ، لا تقبل أن تسافل أي أشخاص. والأراه من النظر أنها لا يستخدمي أي شيء يشكلت موضوع إليه لنستخدمة موضوع أنت لا تستخدم شيء يحتوي على شكل موضوع الإخصاني فإن القوة أن تستخدمي 군ناتما يستخدمي معهم من أصدقار فاعدiek ممتغطة للغاية وعلى آله و أصحابه أجمعين